موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي طلاب الصف التاسع مع مادة الرياضيات وموقفا جديد مع درس ضرب الأعدال الحقيقية وقسمتها وستتعرف عزيز الطالب في هذا الموقف على إيجاد ناتج قسمة عددين حقيقيين وأيضا كتابة الناتج بأبسط صورة لننتقل إلى نشاط خمسة من الكتاب المقرر والذي يقول أكمل لإيجاد الناتج بأبسط صورة جذر الثمانية عشر تقسيم جذر الاثنان لنقوم معا بتبسيط جذر الثمانية عشر الثمانية عشر هي عبارة عن جذر التسعة ضرب اثنان جذر التسعة عبارة عن ثلاثة وجذر الاثنان جذر أصم فأصبحت ثلاثة جذر الاثنان على جذر الاثنان نختصر ويبقى الإجابة ثلاثة ثانيا جذر الاثنان تقسيم جذر الثمانية عشر جذر الاثنان على جذر الثمانية عشر قمنا بتبسيطها في السابق وتساوي ثلاثة جذر الاثنان جذر الاثنان مع جذر الاثنان بالاختصار بواحد ويصبح الجواب ثلث هل جذر الثمانية عشر تقسيم جذر الاثنان تساوي جذر الاثنان تقسيم جذر الثمانية عشر إذن هل الثلاثة تساوي الثلث؟ كلا لا تساويها ماذا تلاحظ عزيز الطالب؟ نلاحظ معا أن عملية القسمة ليست تبديلية عند قسمة الأعداد الحقيقية لننتقل معا إلى النشاط السادس من الكتاب المقرر أكمل ما يأتي الأولى جذر الاثنان ضرب جذر الثمانية عشر وتساوي جذر لنقوم معا بضرب ما داخل الجذر اثنان ضرب ثمانية عشر وتساوي جذر الست وثلاثون وتساوي ستة ثانيا جذر الثلاثة ضرب جذر الثلاثة أخذنا سابقا في الصف الثامن عند ضرب الجذر في نفسه يكون الجواب ما داخل الجذر ويساوي ثلاثة ثالثا ثمانية ناقص جذر الخمسة ضرب بين أقواس ثمانية زائد جذر الخمسة نلاحظ هنا أن الأقواس متماثلة في الأعداد ولكنها مختلفة في العمليات هنا طارح وهنا جمع بماذا يذكرنا؟ نعم أحسنتم يذكرنا بالفرق بين مربعين ما هي الفرق بين مربعين؟ ماذا يعني؟ سين تربيع ناقص صاد تربيع ويساوي قوسين سين تربيع هي من سين ضرب سين وصاد تربيع من صاد ضرب صاد وهنا تكون الإشارات مختلفة تلاحظ أن هنا سين وكأنها ثمانية وصاد وكأنها جذر الخمسة إذن عند حلها تكون سين تربيع أي ثمانية تربيع ناقص جذر الخمسة تربيع وتساوي أربع وستون ناقص جذر الخمسة تربيع وتساوي خمسة وتساوي تسع وخمسون هل يوجد جذور صماء في النواتج؟ نلاحظ أنه هنا ستة وثلاثة وتسعة وخمسون لا يوجد جذور صماء في الناتج إذن أعزائي الطلبة يمكن التخلص من الجذور الصماء عن طريق إما أن تضرب في الجذر نفسه أو عندما يكون مقدار بينه طرح أو جمع تضرب في نفس المقدار ولكن بإشارة مختلفة وهذان المقدارات نسميهم مترافقان لننتقل معا إلى النشاط الثامن من الكتاب أكمل كتابة المقدارين الآتيين بأبسط صورة الأولى خمسة عشر على جذر الستة يريد مننا السؤال أن نكتب الناتج بأبسط صورة أبسط صورة تعني أن لا يكون أبدا جذور صماء في المقام إذن كيف يمكن أن نتخلص من الجذر الأصام جذر الستة هنا؟ أخذنا في النشاط السابق أنه يمكن التخلص من جذر الستة وتحويلها إلى عدد نسبي عن طريق الضرب في نفسه نضرب البسط والمقام بجذر الستة فأصبحت خمسة عشر جذر الستة على جذر الستة ضرب جذر الستة ويساوي الستة إذا كان يوجد اختصار يجب أن تختصر لأن الإجابة مطلوبة بأبسط صورة نعم يمكن الاختصار بين الخمسة عشر والستة على ثلاثة تساوي خمسة وعلى ثلاثة تساوي اثنان والإجابة تكون خمسة جذر الستة على اثنان لا يوجد نلاحظ هنا جذور صماء في المقام إذن قمنا بعمله بحله عفوا بأبسط صورة ثانيا واحد على اثنان ناقص جذر السبعة نلاحظ هنا أنه يوجد مع الجذر الأصم جذر السبعة اثنان وبينهم عملية طرح كيف يمكن التخلص منهم؟ أحسنتم يمكن التخلص من اثنان ناقص جذر السبعة وتحويله إلى عدد نسبي عن طريق الضرب بمرافقه ومرافق العدد اثنان أو المقدار اثنان ناقص جذر السبعة هو اثنان زائد جذر السبعة ونقوم بضرب البسط والمقام حتى لا نؤثر على المقدار واحد ضرب اثنان زائد جذر السبعة تساوي اثنان زائد جذر السبعة اثنان ناقص جذر السبعة ضرب اثنان زائد جذر السبعة كما قلنا سابقا أنها متشابهة مع الفرق بين مربعين نأخذ مربع الاول اثنان تربيع ناقص مربع الثاني وهو جذر السبعة تربيع وتساوي اثنان زائد جذر السبعة على اثنان تربيع اربعة ناقص جذر السبعة تربيع وتساوي سبعة فأصبحت اثنان زائد جذر السبعة اربعة ناقص سبعة يساوي سالب ثلاثة اخذنا انه يجب ان لا يكون سالب في المقام فنقوم برفع السالب الى البسط عند رفع السالب الى البسط تتغير الاشارات لانه يتم عملية توزيع فتصبح سالب اثنان ناقص جذر السبعة على ثلاثة نلاحظ هنا انه لا يوجد جذر اصم في المقام وبذلك قبنا بكتابة المقدار بابسط صورة تسمى هذه العملية عملية انطاق المقام وهي تقول اننا نقوم بكتابة المقدار بابسط صورة عن طريق التخلص من الجذور الصماء في المقام وتحويلها الى اعداد نسبية ننتقل الان الى النشاط التاسع اجد قيمة سين بابسط صورة في المعادلة خمسة زائد جذر ثلاثة سين يساوي اثنان سين في المعادلات يجب ان نضع سين في طرف والاعداد الاخرى في الطرف الآخر خمسة زائد جذر الثلاثة سين تساوي اثنان سين نتخلص من جذر الثلاثة سين وننقلها الى الطرف الآخر عن طريق نطرح جذر الثلاثة سين في الطرفين ناقص جذر الثلاثة سين ناقص جذر الثلاثة سين صفر وتساوي يبقى على الطرف هنا خمسة اثنان سين ناقص جذر الثلاثة سين بإخراج سين عام المشترق يبقى هنا 2 ناقص جذر الثلاثة وهنا أخرجنا سين عام المشترق 5 هنا على الطرف كيف نتخلص من 2 ناقص جذر الثلاثة؟ أحسنتم نقسم على المقدار 2 ناقص جذر الثلاثة إلى الطرفين 2 ناقص جذر الثلاثة نلاحظ أن قيمة سين هنا 5 على 2 ناقص جذر الثلاثة لكن مطلوب منا أن نحلها بأبسط صورة هل هي بأبسط صورة؟ كلا لأنه يوجد جذور صماء في المقام كما قلنا سابقا يمكن التخلص من الجذور الصماء في المقام عن طريق عملية تسمى انطاق المقام 2 ناقص جذر الثلاثة يمكن التخلص منها عن طريق الضرب بمرافقها مرافقها 2 زائد جذر الثلاثة نضرب الباست والمقام في الباست الخمسة إلى كل القوس أي نقوم بتوزيعها 5 ضرب 2 تساوي 10 زائد 5 ضرب جذر الثلاثة تساوي 5 جذر الثلاثة وفي المقام كما قلنا سابقا أنها فرق بين مربعين 2 تربيع يساوي 4 ناقص جذر الثلاثة تربيع يساوي 3 يساوي 20 10 زائد 5 جذر الثلاثة على 4 ناقص ثلاثة ويساوي 1 وهي قيمة سين على 1 تصبح 10 زائد 5 جذر الثلاثة تساوي 20 وهنا قمنا بإيجاد قيمة سين بأبسط صورة بعدما تعرفنا على قسمة الأعداد الحقيقية وكتابتها بأبسط صورة أتمنى منكم أعزائي الطلبة وأطلب منكم أن تحلوا هذه المهمة التعليمية وهي أن تكتبوا المقادير الآتية بأبسط صورة ثم أن تحلوا المعادلتين الآتيتين إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الموقف التعليمي على أمل أن ألقاكم في موقف آخر ودمتم بود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة